جمهورة تانية عزيزاني مشاهدين من رحب الزميل العزيز محمد البازي يكلمنا بقى عن أرقام فرقتين النهاردة الأهلي وطلع الجيش منوارنا يا محمد مساء الخير يا كابتن نايمان نور حضرتك مساء الخير على مشاهدين طبعا وجمهور النادي الأهلي يعني هو الأرقام دايما بشكل عام عن مسابقة الدوري تكلمنا فيها كابتن دايما فيها تناقضات فيها حاجة غريبة الفرق اللي هي تحت غالص الدفاع أو هجومها أقوى من دفاعها أو هجومها أقوى من الفرق المرتبة المتصدرة والعكس صحيح فأرقام فيها يعني تناقض كبير جدا ما بيعكسش الكوة والأداء بتاعت الفرق الأداء الحقيقي الأداء الحقيقي حتى المسابقة بشكل عام السبب إيه يعني عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة كبيرة فعلا في خطوط الدفاع عند يعني تقريبا نتكلم 70-80% من فرق الدوري يعني وده مشكلة أكيد بتتعكس في المنتخب مصر والقرب في المصرية بشكل عام عندنا مشكلة فعلا فعلا كبيرة لو بنبص على المسابقة بشكل عام لأ فرق استقبلت أهداف كسيرة جدا حتى معدل التهديفي عندها مش عالي دايما عندنا بتاع 7-8 فرق وعرضناهم قبل كده بالمينس يعني النهاردة احنا بنتكلم على الدخلية على سبيل المسال مينس 18 المقاولين مينس 20 مينس دي معناها طبعا أن هما استقبلوا أهداف أكتر من الأهداف اللي هما أحرزوا لأتى لو بصيت كمان لو طلعت الفوق شوية هتلاقي فرق التحاد مثلا هتلاقي بالزفط التحاد يعني مرتب كان الأول التالت والرابع دلوقتي طبعا تقريبا التاسع الـ 11 في النص الجدول نزل ولكن برضو بالمينس مينس 7 الاتحاد النهاردة مينس 6 فرقه مينس 13 يعني متلم حتى الفرق اللي هي في انتصف الجدول بالمينس يعني جونا مينس 12 فده بيدي بشكل عام احنا عندنا مشكلة في خط الدفاع حتى على خط الهجوم ما فيش المعدل التهديفي العالي صحيح فالفريق الوحيد اللي بيغرد لوحده رغم أن احنا مشراضين 100% على الأداء هو النادي الأهلي لأن معدل التهديفي في عدد المباريات اللي اتلعبت احنا متكلم 2.2 أو 2.2 بالمباراة فبالتالي عندنا خط هجوم كوي آخر 9 مباراة زي ما تكلمنا طبعا 9 مباراة فوز متتالي نتكلم في 27 نقطة أحرزنا في 9 مباراة 20 هدف نادي الأهلي 20 هدف في 9 مباراة معدل تهديفي عالي زي ما تكلمنا متخطي طبعا 2.2 استقبلنا هدف استقبلنا هدف في 9 مباراة ودي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها لأن الأهلي عنده 5 clean sheet في العشرين مباراة دي نقطة عليه علامة استفهام ولكن طبعا ضغط المباريات بيولد أخطاء شفناها على المستوى الفوز والنتائج والكسب النقاط لا الأهلي الأفضل معدل تهديفي الأهلي الأفضل لو بصنا بشكل عام بالأرقام دي مقارنة بفرق الدوري ورغمنا استقبلنا هدف مش راضين على الرقم الاستقبل الهدف ده ولكن الأفضل الأفضل بشكل عام النهاردة طبعا الجيش أنا أعزو لحضرتك بالمناسبة طريبا في شهر ستة من بعد رجوع المسابعة طبعا بعد التوقف من أربعتاشر ستاشر ستة كابتن طلع الجيش لعب ثلاث ماتشات فقط صحيح ثلاث ماتشات فقط حتى الآن الأهلي طبعا دخلنا رضا خمسة أو ست مباريات متتالي تعال بص على طلع الجيش في آخر ثلاث مباريات آخر ثلاث مباريات يا كابتن طبعا عنده خسرتين وعنده تعادل نتكلم على إن هو في تسع نقاط هو ماكسبش فيهم إلا نقطة واحدة نتكلم حتى آخر تسع مباريات 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 تبنادي الآن ماكسبش إلا مباريات داخلية يعني عنده أربع خسائر وأربع تعادلات من سبعة وعشرين نقطة هو ماكسبش إلا لأربع تعادلات نتكلم أربع نقطة والفوز الوحيد نتكلم في سبعة نقطة من السبعة وعشرين يعني خسران عشرين نقطة فأعلى معدل في خسارة النقطة هو طلع الجيش آخر تلاث مباريات لو عنا نتكلم بقى بالشكل التحليلي أو اللي بيعكس أداء الفريق استقبل بالنسبة للتسديدات سد التلاتين تسديدة في التلات مباريات التلاتين تسديدة دولة كابتن على المرمة تعاني نشوف بيعكس الشكل الهجومي عند طلع الجيش تلاتين تسديدة يعني عشر تسديدات بالمباراة منهم بس اتناشر على التلات خشبات فاحنا نتكلم من معدل الدقة بتاعت التسديدات وعلى المرمة مش كبيرة ويعني نتكلم اتناشر في التلاتة أربعة فقط يعني من أربعة تسديدات على التلات خشبات من إجمالي عشر تسديدات بالمباراة ده رقم يعتبر في آخر تلات مباريات تحسن شوية عند طلع الجيش لأن احنا هنبص على أرقامه بشكل عام في الجدول الدوري استقبل بقى تسديدات اتنين واربعين تسديدة استقبلهم فريق طلع الجيش في التلات مباراة كابتناي منهم تسعتاشر على التلات خشبات عندهم بدقة خمسة واربعين في المائة ليه احنا بنعرض التسديدات المستقبلة بتورينا الشكل الدفاعي عند الفريق شكل الدفاعي لا بتشاط عليه كتير الخصم دايما بيهدد مرمى فاتنين واربعين تسديدة في التلات مباريات ده معدل عالي في استقباله للتسديدات من التلات فرق اللي هو لعب قصادهم زي ما احنا عارفين طبعا كان زد وكان طبعا سموحه والمقاولين هو خسر من زد 4-1 خسر طبعا من تعادل مع سموحه 2-2 وخسر من المقاولين 3-1 عشان كده هو احرز 4 اهداف في التلات مباريات واستقبل 9 اهداف استقبال 9 اهداف في التلات مباريات معدل 3 اهداف بالمباراة هو استقبل في المباراة 1 كان 4-1 من زد ولكن نحن نتكلم بشكل عام بس هو عنده مشاكل الدفاع جددا كبيرة جدا ان الارقام دي هنعكسها ببعض الحالات يا كابتن ونشوف المساحات هو عنده مشكلة على خط الوسط وخط الدفاع يعني فيه مشكلة كبيرة جدا بالربط ما بين خط الوسط وخط الدفاع مساحات كبيرة ما بينهم وده اللي بيعكس الارقام هنا واحنا بنتكلم ان عنده يعني بيتستقبل اهداف بشكل كبير جدا الفرص اللي صناحها 22 فرصة في التلات مباريات وده رقم حتى مقررنا تم بفرقه بالفرق اللي احنا لعبنا وصادها حتى الداخلية في المباريات السابقة كانوا الافضل من حيث صناعة الفرص يعني طلاعي الجيش على المستوى الدفاعي ومستوى الهجومي تبقى للارقام هو الاضعف حتى على مستوى صناعة الفرص مش الافضل يعني 22 في اخر تلات مباريات رغم تطور الارقام عنده نكمل بقى لشين نشوف يعني ده الشكل العام بالشكل الدفاعي والهجومي في اخر تلات مباريات الـ XG عنده كان ممكن يصل لاربع اهداف بوينت سبعة يعني الخمس اهداف هو احرز منهم اربعة دي بيعكس ان الفرص مش كتير عنده ولكن هو من الفرص اللي هو بتجيله بيقدر انه هو يعني يحرز اهدافه كان عنده ضربة جزاء اعتقد يعني حتى المعدل التهديفي مش عالي ولكن المعدل الاستقباله للاهداف لا معدل كبير جدا ده اخر تلات مباريات يا كابتن ايمن علشان بقى ندخل وانقارنوا ما بين النادي الاهلي بشكل عام في الدور لان الارقام بشكل عام حتى هنوضح بقى النحية الهجومية والنحية الدفاعية والنحية صناعة الفرص واستقباله يعني نخش على الارقام كده ونشوف بقى هما لعبه طبعا 26 مباراة زي ما قلنا هو فاز في 8 خسر في 8 وعنده 10 تعادلات عكس النادي الاهلي طبعا في ال20 مباراة هنردين 15 فوز و2 خسارة و3 تعادلات ترتيب النادي الاهلي زي ما احنا عارفين في المركز الثاني بـ 48 نقطة بالنسبة لطلاع الجيش في المركز الـ 11 بـ 34 نقطة الاهداف زي ما قلنا 23 هدف من الـ 26 مباراة مش محصل هدف بالمباراة يا كابتان عين فده معدل تهديفي ضعيف جدا ناحية الدفاع النادي الاهلي طبعا هو اقوى خط هجوم زي ما قلنا 44 هدف ومعدل تهديفي 2.2 الاهداف المتوقعة الـ XG كان ممكن طلاع الجيش يصل لـ 46 هدف مش 23 هدف ده معناهم حتى عندهم مشكلة في ترجمة الفرص لاهداف فالنادي الاهلي في الـ XG كان ممكن يصل لـ 51 من 44 الفرق مش كبير ده بيدلل ان النادي الاهلي حتى من الفرص اللي هو الكواليتي بتاعها كان عالي جدا وكانت فرص محققة استغل معظمهم يعني 44 من 51 ده رقم كبير بس عايزين نوضح بس ان الـ 51 فيه ماتش منهم ما تلعبش لا ده الـ XG بشكل عام ده بزد على الماتشات السعبة الـ 44 نشيل منهم هدفين هدفين بس اه اما لكن الـ XG هنا للمباراة اللي تلعبت وعلى الخرص والتزديدات ايه بس هنقل المباراة هنقل المباراات اللي هو الرقم يزيد النادي الاهلي كمان اكيد لو كده هيزيد طبعا على متوسط عدد المباراة بزد فبالتالي الاهلي كان ممكن يحرز اهداف اكثر بزد اهداف بقى من داخل منطقة الجزاء ليه احنا دايما بنستعرض الحتة دي عشان نشوف الخطور حتى اليورو اللي بيتلاعب بحالينا كابتن ايمن وحتى اخر كم بطولة عالمية الترند رايح ان معظم الاهداف بتيجي من داخل منطقة الجزاء خارج منطقة الجزاء الأهداف قليلة وده طبعا الحراس المرمى وقفين مركزين الفرق بتأفل لحد ما فبتعمل بلوكات بتاعتها فبتمنع التزديدات من خارج منطقة الجزاء بشكل كبير ولكن الأهلي دايما لما بدأ أنه هو في آخر كم مباراة آخر 3-4 موريات يركز على التزديد من خارج منطقة الجزاء كطبعا أحد الحلول فبدأت تشكل خطور حتى لو مش كلها بتترجم أهداف ولكن فعلا بتشكل خطورة كبيرة جدا ونتمنى النادي الأهلي يزودها لأنه عندنا 36 هدف من داخل منطقة الجزاء من وقع 175 تزديدة من داخل منطقة الجزاء 109 تزديدة من خارج منطقة الجزاء جبنا منهم 6 هداف تعال بقى نبص طلع الجيش طلع الجيش بيحاول بقى مع أن دكة التزديدات عنده قليلة بتصل لـ 30% على الثلاث خشبات ولكن هو سدد من خارج منطقة الجزاء 121 دي معناها أن طلع الجيش متوقع أي كرة من برى منطقة 18 بيشوته ففي عندهم نسبة التزديد من خارج منطقة الجزاء عالية ولكن ترجمتها الأهداف مش عالي أربع هداف فقط وده احنا شرحنا السبب بتاعه وهو 19 هدف من داخل منطقة الجزاء ركنيات عند طلع الجيش أربع متوسطات بالمباراة الواحدة عاملوا 112 في 26 مباراة نادي الأهلي 128 ركنية من العشرين مباراة يعني متوسط سبع ركنيات في المباراة أسست صناعة الأهداف أو تمرارات الحسيمة عند طلع الجيش 17 وده اللي بيعكس أنهم جابوا 23 هدف منهم 17 أسست نادي الأهلي طبعا 30 أسست تمرارات المفتاحية رقم كبير عندهم 176 بمتوسط سبع تمرارات مفتاحية يعني بيصلوا أنهم يصنعوا فرص وشفناها أن سبع تمرارات مفتاحية مش بترجم خطورة كبيرة جدا لأن النسب الفرص عندهم مش عالية بشكل كبير نادي الأهلي طبعا بيصل لعشر تمرارات مفتاحية بالمباراة الواحدة الاستحواز عند طلاع الجيش 47% يعني فاصل 8 ده رقم مش كبير في الاستحوازات أو الاستحواز بشكل عام النادي الأهلي طبعا بيتخطى الـ 60% وبنشوف بيصل لـ 65% في بعض المباراة نكامل بعشا نشوف التزديدات بالمباراة هما بيصل لـ 11 تزديدة الأهلي 15 تزديدة في المباراة الواحدة ولكن على الثلاث خشبات الأرقام يعني متقاربة عند الأهلي وعن طلاع الجيش العرضيات بالمباراة زي ما قلنا بيعملوا كروسات مش كتيرة زي رقنيات لكن 16 قد يبدو ان هو رقم يعني كويس مقارنة بباقي فرق الدورية الأهلي 21 كروس بالمباراة خمسة منهم بيكونوا بشكل صحيح بدقة 24% استقبلوا 26 هدف في 26 مباراة يعني بيقول لك معدل كل مباراة تريبا بيستقبلوا أهداف ولكن هما عندهم شباك نظيفة كابتن 12 12 من 26 ده رقم معدل كويس معقول رغم المشاكل الدفاعي الكبير لأن هو بيستقبل الهداف بيستقبل بالاربعة والتلاتة فبالتالي بعلي عدد الأهداف المستقبلة تخيل يا كابتن كان ممكن يدخل مرمام 52 هدف 52 هدف مش بس 26 نادي الأهلي كان يدخل في مرمام 29 هدف وعندنا خمس مباريات بشباك نظيفة احنا قلنا حتى في آخر تسع مباريات 2-1 قررت معنا خمس مرات وده رقم عايزين نكساره بقى احنا مش حابين خالص 2-1 احنا عايزين نرجع للثلاثيات وربعيات كولر اللي تعودنا عليها يعني ده شكل عام كده عن الشكل الدفاعي والشكل الهجومي عند الفرقتين اخر حاجة في الشكل الدفاعي هو طبعا كنا دائما بنتكلم على كسب الكرة وخسارة الكرة وكسب السنائيات كسب السنائيات عندهم يعني متقارب يعني قريب من النادي الأهلي ودكتة حتى ان هما في الكسب السنائيات اوكي تمام بيكسبوا الكرة بشكل كويس بيخساروا الكرة 40 مرة متقارب شوية من النادي الأهلي عكس فاركو فاركو كنا بنقول دائما بتكسب الكرة بتخسر الكرة بسرعة بتخسر بسرعة لا دي بس مش فاركو يا شباب دي احنا نتكلم على طلاع الجيش فبالنسبة لا طلاع الجيش مختلفة شوية عن فاركو طبعا المباراة السابقة حتى التمريرات عندهم معدل التمريرات الصحيحة 297 تمريرة يا كابتن ايمن بدقة 77% طبعا الأهلي الأفضل فده بيدلل لما بصينا بقى عليهم في المباراة بالشكل الفني عندهم مشاكل حتى في البلد أب العدد التمريرات حتى من وراء ما فياش التحضير بشكل كبير وده شايفينه في الرقم العام اللي عدد التمريرات عند طلاع الجيش وده القطة حتى 77% عندهم مشاكل في الربط ما بين خط الوسط وخط الدفاع عندهم في مساحات ما بينهم لو نستعرض بعض الحالات هتحكس بقى الأرقام اللي احنا بنتكلم عليها دي بيلعبه طبعا 4-4-2 بيلعبه طبعا 5-4-1 بيليبه 4-3-3 يعني هو عنده تنوع كابتن طبعا يعني الشكل العام الفني والهيكل بتاعهم في بعض الأوقات من كل المباراة مش منظر واضح قوي ومش واضح فبالتالي طبعا عندهم مشكلة كبيرة جدا يريد نستعرض بعض الحالات مع بعضها كابتن ايمن ونشوف من آخر 3 مباراة أهم نقاط الضعف عندهم زي ما قلنا يستقبلوا هداف كتير جدا معدل تهديفي لحراز الهداف مش عالي ولكن هو بيحاول في التزدادات على المرب مشاكلهم في الربط ما بين الخطوط في مساحات كبيرة جدا ويبدو أن العباء بتتفرج على الكورة يعني لما بالخصم بيعمل بلد أب بيعملها بسهولة جدا ما عندهمش الثقافة الضغط العالي الشرس الفريق بيعمل دايما اللو بلوك بيقف وراء بيستنى الفريق يجيلو فما بيعملش الضغط العالي عليهم ولا حتى الميت بلوك ما بنشوفوش دي طبعا مباراة سموحة احنا عارفين هم اتعادلوا مع سموحة 2-2 عايزين نبصها كابتن هتلاقي ما بين الخطوط نص الملعة وخط الدفاع عندهم في مساحات كبيرة جدا ما بين اللعب هنبص على الفريق سموحة هتلاقي ناحية الشمال يعني لو نرجع لأبلاح هتلاقي فيه أكتر من لعب فاضي تمام الكورة هنا زوايا التمرير دايما مفتوحة فيه مساحات مش بس مساحات لا ده زوايا التمرير سهلة الفرقة التانية بتباس وبتبني وتطلع بالكورة بشكل سهل سهل جدا الكورة هنا تلعبت ناحية اليمين نبص هتلاقي أربعة من فرقة الجيش معاهم اتنين بس ولكن يا كابتن اللي بيجي بقى من ورا أو ناحية الشمال بيتساعد بيتساعد برحته خالص الكورة هنا تلعبت بالعرض وطبعا اللي كان جاي من الخلف قابلها وحطاها جنب سهولة يعني ده أول شكل ده من مباراة سموحة الأخيرة شكل تاني بسرعة يتكرر حيوضح فيه الحتة اللي بنتكلم عليه عدم الربط ما بين خط الوسط وخط الدفاع النوم والمساحات ما بين الفرتين يعني نكمل الحالة اللي بعدها بتدلل بنفس الشكل شوها كابتن نايمن كام واحد هنا وقف يعني حتى وقرهم فيه اتنين فضيل يعني فيه الاربعة الخط مش شايفينهم هنا الكورة بتتلعب بسهولة جدا ناحية الشمال علينا فيه اتنين وقفين زواية تمرير سهلة الكورة هنا تلعبت يعني عاز اقول لحضرتك اللي جات له الكورة خد قراره سدد سدد من خارج منطقة الجزاء وجات جون بسهولة والتزديد عليه من خارج منطقة الجزاء يعني فيه اريحية زواية تمرير مفتوحة بساط سهلة بلد أب وتدرج بالكورة لا تعالى سهلة وده فعلا بيدلل بالاركام اللي احنا استعرضناها انه هو بستقبله هدف كبيرة جدا ده جات له كورة شاطة مباراة المؤولين الأخيرة يعني نختم بيها يعني ده شاط زي ما قلنا نكمل بس مباراة المؤولين علشان نقول الموضوع بتقرر اه بتقرر تعالى نشوف ما بعدها كابتن هتلاقي ناحية اليمين ناحية الشمال في حلول كبير كتيرة لحامل الكورة حامل الكورة عنده اكتر من حل اوبشن وحل انه هو يباصي بارتاحية الكورة هنا تلعبت على طول هنا من خارج منطقة الجزاء استقبلوها بسهولة والراجل يعني سدد بعد كده نكمل الصورة وجات جول من خارج منطقة راحت بكل ارتاحية حالات كتير من مبارات المؤولين نفس الكلام ونفس الشكل بالقرارة كابتن ايمن ياريت نستغلون نستغل نقاط الضعف الكثيرة دي عند طلاع الجيش ويعني التهديف المبكر يا رب هو ده اللي احنا عايزين شكرا جزيلا كل التوفيين ان شاء الله برقاء اخر بعض من مرة ان شاء الله بإذن الله شكرا